السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعة 24 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الحوت استقر تماما ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 2.51 دقيقة عصرا من عصر يوم الغد الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر من الحوت لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المقدم اللي هو موعد بث الحلقة لو مساء يوم الثلاثاء وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.25 دقيقة بتوقيت جرينيش من مساء اليوم الثلاثاء اللي هو موعد بث الحلقة لأنه احنا من بث الحلقة الساعة 2 بتوقيت جرينيش بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة المؤخر ورح يظل موجود في منزلة المؤخر اللي هي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر لغاية الساعة 5.35 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر اليوم بما أنه موجود في برج الحوت معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهم جدا منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور وكثير من الخاسرين والفاشلين ممكن أنهم يعانوا من مشاكل في الحب أو يديروا ظهورهم ويضرفوا الدموع بعيد عن أعين الناس بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت يمكننا أن نبدأ أول بعض يبدأ علاقة حب جديدة ويمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو مثلا برضو هاي الفترة الممتازة للي برغب لشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فنيه بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 10.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا ابتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنفق في وعود غير واضحة أو بنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 8.30 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقي لبتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن عمليات صغرى مراجعات طبية طبعا ما في أي مشكلة طبعا إلا إذا كانت العمليات اضطرارية وما في مجال التاجيل الأعضاء هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والإندورفين وهو الهرمون المساكن للآلام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدول الهرمونين بصير فيهم بعض الاضطراب عشان هي كم نشعر بالألم أكثر من الأيام العادية وبرضو بصير عندنا أرق أو قلق أو قلة نوم بالفترة هاي وفي بعض الأشخاص طبعا الكوابيس والأحلام بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية فترة جيدة لا بأس فيها مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما أنه في الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس ببدأ الساعة 2.30 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 2.51 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 19 يوم الساعة 7.3 دقائق مساء بتوقيت جرينج نبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة 84% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.8 سعيد بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 25.7 منتحس الآن بنسبة 60% ساعات الفجر منتحس بنسبة 75% ساعات الصباح منتحس بنسبة 50% بضل طيلة اليوم بنفس النسبة عطارت في الأسد لآخر يوم لها يوم 25.7 بعدين بده ينتقل ولكن الآن هو بالأسد منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.8 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثهور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم بدكوا تضعوا سلم الهولويات للعمل الضروري وتحاولوا انكوا تخلدوا للراحة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فبندك توظف هدوء الأجواء لعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك بتتراجع نسبة الحظوظ وممكن تواجه الشخص بشكل استفزازي أهم شيء إنك ما تبدأ بشيء جديد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أو بمساعدة أحد المعارف معنوياتكم مرتفعة وحظوظكم قوية ولكن حاول إنك تنجز وتمم الأعمال الضرورية والمهم اليوم قبل يوم الغد لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب حاول إنك اليوم تحترم القوانين والمواعيد وما تماطل عزز شعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة ممكن تنجح بإنعاش العلاقات العامة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلية أو مناسبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية هذه فترة صعبة شوي ولكنها برضو فيها كثير من الفوعد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي يعني لهم اتصالات خارجية أو بيتعاملوا مع أجانب أو عندهم انتحانات جامعية وبرضو اللي بدهم يعززوا علاقات مع أجانب بتنجحوا بالسفر والاتصالات اللي بعيدة وبترغبوا بالتفاهم مع أحباكم أهمش إنه ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات إلى أضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية هذه فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتصطحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على رأي الآخرين ممكن تسعى لتصحيح مسار بعض الأمور حاول أنك تتكيف مع الأوضاع الرهنة وكون صبور وبرضو اليوم بدك تدير بالك من النصابين والمحتالين على المستوى المالي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة وحذروا من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائك فما تجازف اضبط عصابك مشاعرك السلبية مزاجك متقلب بدك تحاذر الكلام الجارح اليوم تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة لبعض الانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول أنجاز ما بوسعكم من عمل أعمالكم دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الأعمال وبتحتاج لنصيحة من بعض الأشخاص إذا أردت النجاح حاول تستشير باكر للعمل لأن المسئولية كثيرة وطارئة في هاي الفترة وابدأ بالأولويات يبل ما تبدأ عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وابوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية وبتعيشوا أجمل اللحظات ممكن تحقق أمني أو تصيب أو تصيب هدف معين كنت بتسعاله بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتع بشخصية جذابة فحاول إنك توظفها لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر أو ترتبك بسبب ما حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية بهاي الفترة هاي فترة مناسبة للاستثمار في العقارات أو الانطلاق في ورش الترميم أو تأهيل ولكن بدك تحذر من النصابين والمحتالين اللي بيعملوا في مجال العقارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع الجميع ولا يسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ممكن أنكم تحصلوا أو البعض منكم يحصل على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيته وممكن بعضكم يحصل على هدية أو جائزة هاي فترة جيدة للأشخاص اللي بيعملوا أعمال إضافية لأنها فيها بعض الأرباح أبس أهم نقطة حاولوا أنكم تغمروا بأموالكم وإحذروا منه النصابين والمحتالين في هذا اليوم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرى باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وموسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم ممكن تسمع خبر سار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه